موسيقى اللي كانوا يخدموا في مجلس الواب وكانت الدور وفجأة تقابلت مع زمينة صحفي سرحان شيخاوي اللي كان خارج من البيب المشروب من تالي وشفته هو موظفة هو منظفة كانت تخدم غادي وعملت إشارات على أساس فما علاقة غير طبيعية ما بنيتهم بعد وقت اللي يحتاجوا الصحفيين وحتاجوا برشة الناس فقالت لا أنا ما قلت شاكتكم ونقصدش أنا مش نعديلكم لديو فيديو القبل واللي بعد لولا ليش نية الحكاية شيعة من الغادي في بيلي اللوطة عندهم منفذ في بيلي ليه ليه هرب هرب وش يعمل للراجل اللي كان هوني ترشي عمل ونقصة ذي كان ايوة هاكم ريتوا بعينيكم ما لكن تعملتوها نظر التفقد في المجلس تلقى المصايب الكل ايه من هنا تلقى البيوفيت ولا هو كان خارج من البيوفيت وكان فما حتى نادي الشهد اللي هو لوصله الاثنية على خطر البيب الرئيسي كان مساكر واستر يخرج من بيب المشرب من تلي من بعد وقت اللي تصارت شوية منوشات بينها وبين عدد من الصحفيين البرلمانيين اللي كانوا يخدموا طالبوها بالاعتذار فقالت لا انا مقصدتش كيكا ما قلتش بالكل كلم هيدا هاي شفت هاي سرحان لا دخلني في شرفك ولا دخلني في أمورك انت داخل من غادي ايهنا بالنسبة لي سالة لحظة 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 ايهنا ما اتهمتك بشي ايهنا قلت شنو هيعمل هوني لانه هذي جهلي هذي غلطك ليدارة مش غلطك انت ايه ايه وايش نخلني في فيلي في فيلي ايه 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 انا بش تعمتوا بش تعمتوا ياh فيت در europe انا قلتش يعمل غات ما قلت حد شيء اخير والآن وكانت عملت استجواب للنادل في اللايب فيسبوك متاعها النادل اللي كان يخدم في البيفات متاع مجلس نواب الشعب وفي طريقة مهينة برشة وحتى انصارها كانوا اتعرض لبرشة سب وشاتب من أنصارها في لغيزو سوسيو البارح زاد مكتب المجلس كان كرم نيدا للهدية وكرمه رئيس مجلس نواب راجل غنونشي يمنع يهبط منشور داخلي الضمن قرار يمنع عضو مكتب مجلس نواب الشاب عبر موسي من الالتحاق بأشغال الكتب وذلك على خلفات معتبره مواصلتها في تعطيل أشغاله ومخالفة النظام الداخلي من خلال النقل المباشر على صفحتها في الفيسبوك رينا البرح سويع وسويع وهي تنتقل من إتاج للإتاج كانت صارت مناوشات الطويل بينها وبين أعوان اللي يخدموا قارين في مجلس نواب الشعب شفنا حاجات من الألوان الكل اللي ريناهم البرح من عبر موسي رينا برشة ناس علقوا على الموضوع هذيك من القاعدين منصر اللي قال منع رئيس البرلمان عبر موسي من دخول الاجتماع مكتب المجلس قرار سأب بل أنه قرار تأخر كثيرا هذه نائبة عارة على المؤسسات الديمقراطية عارة على تونس التي تكافح حتى لا تغرق عشرة مشاريع القوانين معطلة بسبب تهريج زعيمة الدستوري الحر إذا أراد النواب الأخرون أن يعمل البرلمان ويتدارى كما فات ويستعيد جزءا من نجاعته فإن عليهم استنفاذ كل الحلول كيف ياسين العياري اللي هبط بيان في برشة اقتراحات قال نحمل مسئولية اللي وصلته الأوضاع اليوم للنيابة العمومية اللي متقاع ساحة سبرايو هو في تطبيق القانون على خاطر برشة النواب يكونوا في حالة تلبس ولكن لا تتدخل كيف كيف قال نطلب من زملاء النواب التسريع في سن قانون لنظم علاقة النواب مع بقية مؤسسات الدولة مشمعات نشوفه في حالات الاقتحام اللي يصيروا من النواب كيف كيف قال لازم رئيسة الجمهورية ترفع الحماية الأمنية للنواب داخل حرم المجلس على خاطر المداخل والمخارج مؤمنة من خيرة أبناء المؤسسة الأمن الرئاسي وطلب زدة معناها بشيكون من رئيسة المجلس قال لازم توفير طبيب نفسي قار في المجلس على ذمة النواب فما رأيناه وراءها تلوسيونة من عنف وهسترة وبارونيا تستحق في تقديرنا متابعة نفسية دقيقة البيرح واحد من المحلين المختص في الإعلام في الاتصال السياسي مهدي غزاي كان هبط بوست على الفيسبوك متاعه ويفسر فيه اللي عملته عابير موسي في الفترة اللي فاتت الكل وخاصة البيرح قال البيرح عملت أكثر من 20 ألف يتفرجوا فيها في اللايف في نفس الوقت قال أرقام ما تحقق هاش برامج تلفزية ولهذا يفسرها بطريقة علمية يقول التجمعات السياسية اللي صارت في مستير وبيجا تحت الخيمة زادة هنا في تونس وغيرهم بمثابة الشو كما ستوري تيلينج دخلي هي تحكي تضحك تقلد كأنها مسرحية قاعدة تعمل فيها وقال هذي يخلي بارشة ناس يتعاطفوا معها على خطر وقت جيتا تخب أغلب العبيتا تخب العاطفة ومش بالعقل قال زادة تقنية الديسك غياء اللي هي تقلد تكرار وتكرار رسالة حتى لين تدخل المعلومة في مخاخ الناس ترقاها دي ما تعاود في نفس الجمل من نوع النهضة الإخوانجية شفتوه هذيك تقنيات التواصل العصرية باستعمال مكثف في التواصل الاجتماعي قال كيف كيف اللي اليوتيوبر بشيكبر في عدد متابعيه يعمل دي فيتورينج مع دي يوتيوبر أخرين هي دي ما في اللايف متاحة تحاول يكون فما تقاطع بينها وبين تليف الكرام وهكيك هكي أكثر مشاهدة وأكثر ناس تبعها وقال زادة معناها المعجم اللغوي متاحة كما فمثلا هو شبه بالمثلسل متاع الخياتة واللحجمة المدام اللي تقول كاتر فان وكوم كوم قال هي دي ما نفس الجمل هكي الخوانجية شفتوها هكي شفتوها هكي شفتوه يا توانسة شفتو نفس الجمل حسب المختص في التحليل في الخطاب السياسي مهدي غزي البرح زادة نقابة الصحفيين إلى ساعة متأخرة قعد المكتب التنفيذي المجتمع وفي الأخر قرر مقاطعة سيدة عبير موسي إلى حين اعتذارها أنا تصلت بنقيب الصحفيين مهدي إجلاسي اللي فسرنا القرر هذي شفنا وقدرنا أنه الاعتدالي صار خطير برشا ويمكن تسامح فيه أولا تانيا أنه الاعتدالي تكرر برشا مرات مش هو الاعتدالي اللي صار منها وكنا في محطات سابقة يعني نبهنا وقلنا أنه رأيه هذي الأمر خطير وماشي ويتمدى ولازم يتم التصديلي وطلبنا منها هي حتى معنا تعتذر على اللي صار ولكن ما صارش بلدوا عكس يمكن استهالت أكثر بصحفين خاصة في مجلس النواب قالت أنها يعني هذا مهم هاش ولم تعتذروا اللي تعمل فيه صحيح ومارست يعني برشا فرز على وسائل الألام وتشهرت بهم طب التحريض عليهم يعني تحريض مباشر وصريح هذا كناش نعتبره هذا من أخطر الاعتدالي التي تتمرج من تصير ولا فهم موضوع آخر مهم جدا أباغ اللي صار البيرح اللي هو قرار المقاطع اللي صار المرالولة من نقابة صحفين في شهر أكتوبر اللي تعدى ضد اتلاف الكرامة بسبب تحريضه على عدد من الزملاء واليوم ضد عبير موسي على خطر كانت تهمت صحفي وكيف خطابها فيه برشا تشنج ضد الإعلام وقالت اللي هي باش تقوم بفرز مؤسسات الإعلام اللي هي تتوجه لها وهذه حاجة زادة جديدة عنها فسألت أنا نقيب الصحفيين هل أنه قرار المقاطع إلى أي مدى حتى الوقت باش يقف هل هو ديمة مع عبير موسي ولا مع اتلاف الكرامة شنو الشروط اللي خليهم يرفعوا القرار هذي وزيد كيفاش نجموا نوزنوا اللي احنا اليوم في وسائل الإعلام مطالبين بأن يكون عنا الرأي والرأي المخالف قواعد المهنة الصحفية فهكا جاوبنا نقيب الصحفيين مهدي جلاسي أولا المفاماش مقاطعة في المطلق يعني المقاطعة يعني إلى حين اعتذار الأطراف هذي على اللي قاموا به وهو فالحقيقة ما تسميش طلبنا برشا ما تهو طلب بسيط يعني تطوف المقاطعة بمجرد الاعتذار يعني هذي أمر بسيط هل أعطينا التوصية للمنظورينا لأنه ما نحن نحكم في وسائل الإعلام أعطينا التوصية للمنظورينا بشيط من المقاطعة لأنه اتمادوا في الاعتداءات واعتداءاتهم اختيرة وأصبح هناك تحريض واضحوا وتعريض عياتهم الخطر بالنسبة لأتلاف الكرامة وعبير موسي موجة من الاعتداءات الكثيرة التي صدرت منهم واعتداءات اقصائية فاشية تحريضية في النهاية خيار صعب المقاطعة رواية مختلفة لازمة تكون موجودة ثم التوازن ثم مخيار صعب نعرفوا شيء هذي لكن احنا أوصينا به لحماية الصحفيين وحماية الفضاء العام من التحريض ومن التخوين ومن التكفير ومن الاعتداءات الخطيرة ثم أطراف أخرى صارت منها اعتداءات كي تعمل بين يعتذروا منك صارت برشة مرات كما حركتنا هذا مؤخرا آخر مثال هذي وغيرها أطراف أخرى وصارت قبل كما تذكر معنا قبل التعليم الثاني وصار الاعتداء من بعده بالضابط ويحد يعتدي عليك بكل وضوحه على أنه قدام الناس كله أنا أصدرت بين استنكار وإيدانة وطلبت الشخص هذا بالاعتداء الشخص هذا ما يعتذرشه يكمل يسبب فيك ثم نية مبيته هو يحب يقوم بالفعل هذاك وبالاعتداء الخطير هذاك قالك إذا كان هو ما يعتذرش كما اعتدروا أطراف أخرين رأي ما يشغلتها هي مقصودة وقصده يمس من حرية التعبير ويحب يكمل من الأفوه هذه أهم ما تقال شنو راكيات؟ أنا نعتبر أنه القرار في محله فما حاجة يمكن في الخضم اللي قاعد يصير كل ما تحكيش عليها نحب نحكي لها اللي هي مسئلة الحق في الصورة اللي هو ما هوش محترم رأوا النائب ما تنجمش تصوره ويني جي ما هوش من حقك إنك بش تصور نائب ولا موظف ويني جي نشوفه مثلاً في أوروبا مثلاً المشاهير يصوروه في شط ولا في رستوران يشكي ويربح خضية ويأخذ تعويضات كبيرة النائب يعرف اللي هو داخل الجلسة العامة مصور يعرف يعرف كيفش بش يتصرف يعرف شنو اللي يقول ما عدا ذلك حتى حد ما عنده الحق بش يجب التليفون ومش كن نائب رأى أي مواطن في الشارع رأوا ما عندكش الحق حتى حد ما عنده الحق يجب التليفون ويصور أي مواطن بقولها المواطني الكل حتى حد ما عنده الحق بش يصورك ويهبط عليه ريزو سوسيو رأوا هذية فيه مس من حياتك الشخصية وهذية يعاقب عليه القانون هذه الجديدة النواب نشوفه فيهم باللايف البارح نتفرجه في عابير موسي شد الباوربانك في يدها بالخيط ركب في التليفون خاطر قدش منه التليفون سويع وسويع يصور في اللايف هنصرح كديش بس ربي يصنعي لا ولا لا ولا لا معتا ما عنديش كلم لي قلته انتم تبارك الله خستو كل شي معتا ما فهمش تليفونها شنو ما ركتو بشد شارجك دجا معتا والله لماذا كتتفرج فيها تفهمها باوربانك شد تبارك الله اللي هيا للتليفون معتا يشدوا شارج تبارك الله معتا بالجده دانك هاي والتليفون معتا الله مصلي عني بي ذا المعلومة الأولى المعلومة الثانية معتا باسم ما فهمش هاي باسم نقابة المعينات التنظيف ونقابة الناويدل وفهمش نقابة متاحهم دانك نضم صوتهم وندفع عليهم خاطر مش المستضعف يكون هو الضعيف في الحلقة دانك فهمش نقابة ما احكي عليهم حتى حب لا جم هما نقابة العاملين أعوان المجلس عندنا أتعس إنك مرأة تحكي عليها الكلام هذك كي راجل معتا شكون قلق ليه مش معرصة ومش عندها أولاد ومش معتا شنيه شنيه هذا معتا برمي حاجة هي قلت أنا ما يعرفوا بعضهم لا هي قلت تبت تلميق ظاهرة حتى في القانون فما يسمى الإيحاء إنك توحي بشيء هذك راهو يتعامل كما الاتهام خستان مش أي نيبة هي محامية في الأصل وتكوينها قانوني هذي المعطر المعطر الثاني معتا كما قلت ماذا بينا بالله كان يتطبق القانون انه يحمي المعطيات الشخصية معتا والحياة الشخصية للعباد ساعة ترى كتبدأ قاعد يهبط عليك واحد التليفون يقولك أنا في اللايف تتشنيه هذا معتا مش كون قلق لأنه نحب نتصور ولا خلي نائب معتا تصور نائب يصور في الناس كل إخوه يعملوا قانون ولكن موجود القانون تبقوا ممنوع استعمال هاتف الجوال داخل المجلس أمو على أقل لا ما تصورش الناس بدوني مواري ضاهم ما عندكش حق ما عندكش شو هو البرة معتا تسمحوني معتا لأول مرة معتا تصير سبحان بداية لجمع تلك المراجعات عملتم معتا لأول مرة شو قولها معتا خطر صحيحة بالرسمي معمنوع انك تجب التليفون وتصور عن أمن معتا هاو قاعدين رواني نهبط فيك في اللايف مواطن عنده الحق ريال مو معتا تشوف الحكاية ما ممنوع ليهنو يجب التليفون ويصور عن أمن شوفت مثلا كان ينجم انو يصور مثلا بش يهزها في قضية بش يشكي ولكن انو ينشر للببليك روى ذاك ممنوع معتا ممنوع وبصراحة معتا عيب معتا تحب انت دقاعدة على روحك في دارك الله أعلم عليك ما يخذ راحتك ويحدج يصورك ويهبتك معتا عيب ما يجيش روحك بالله يأرزنو شوية وربي يهديك يعطيك صحة يعطيك صحة يعطيك صحة شوية